نظامتها فضايح بشكل دائم ومستمر اسمع مليح هذا الفضيح وبالعودة إلى زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبهون إلى وهران وببلدية سيد الشحمي أشرف سيد ورئيس على تدشين مستشفى الحروق الكبرى بسعة 125 سريرة المستشفى الذي جهز بأحدث التقنيات مصنف بدرجة الثالثة من حيث التكفل بأربعة تخصصات تدشين وأحاديث يومها طبعا هذه كانت أيام ما سمي بالعباح المتوسط قبل حوالي شهر ونص تقريبا شهرين في نهاية جوان ويومها كان حديث كبير جدا على هذا الصرح الصحي هذا المستشفى المتخصص عن تاعة الحروق إلى آخره إلى آخره ليظهر فيما بعد أنه كان كذبا كان شيء زوروه وزيفوه وزيفوه بي باعترافهم ماذا حدث؟ حدث أنه مكتشف أنه في الحقيقة أن هذا المستشفى لم يكن اللي دشنوا وتبون لم يكن قد انتهت الأشغال فيه كانت الأشغال قد بدأت فيه ولكنه بعيد كل البعد على أنه تنتهي فيه الأشغال راحوا جابوا أدوات من مستشفيات أخرى أدوات صحية أدوات مستشفيات جابوا حتى مرضى نقلوهم إلى هذا المستشفى باش تبون يجيوا على أساس أنه يدشن هذا المستشفى ويظهر في القنوات وفي الجرائد وتكتب عليه وكاة الأنباء إلى آخره ليتضح أنه لم يكن هذا صحيح وأن المستشفى لم يكن مكتملا وأن المرضى جابوهم من أماكن أخرى ولا علاقة لهم بالحروق أصلا وتمثيلية قاموا بعملية بتمثيلية هاي حالة البلاد ونصلت هذه مش أول مرة ولا ثاني مرة ولن تكون آخر مرة هذه مئات المرات في مئات الأحداث وقعت ومازالت تقع والآن يعلنون على أنه تمت الإيطاحة بالأمين العام لولاية وهران وبمسؤول مدير الصحة لولاية وهران ولماذا تضحون بالأمين العام؟ ما هو تبون مزور جابوه العسكر مكاشر شرعية تبون نظام كله نظام مزور تبون مزور الانتخابات كانت مزورة شعب خرج ولأول مرة في تاريخ الشعب الجزائري يخرج ويسقط الانتخابات من تعافريل معها العهدى الخامسة ويسقط الانتخابات اللي قالوا في ربع جميلية 2019 ثم يعترض بشدة لو لا نلقيت صالح فرضها بقوة الدبابة وبقوة إنزال مئات الألاف من عناصر الجيش والشرطة والدرك وطبع الشرطة أكثر 250 ألف كانوا يومها كلهم هما والدرك أكثر 180 ألف كلهم كانوا في حالة طوارئ قصوى في ذلك الأسبوع اللي سبق معرفة بالانتخابات الحقيقة كانوا في حالة طوارئ قبل ذلك بكثير أيضا إذن لماذا تتم معاقبة الأمين العام لولاية وهران ومدير وهذا أصلا إذا عقبوه يعني إذا ملقناش من بعد والي أو وزير أو هما كلما كنت فاسداً ومزوراً وفاجراً وفاسقاً وخائناً كلما أعطوك مناصب لأنهم يحتاجوك يحتاجوا أمثالك عندما هذا مثل عندما يتكلمون على أنهم لقوا القبض على بعض الغشاشين في امتحانات الباكالوريا أو البيامة ويدروا منها حملة كبيرة جداً إذا كان ما يسمى برئيس الدولة جاب انتخابات مزورة فاعلم أن التزوير أصبح هو العملة السائدة أصبح التزوير هو الأساس أصبحت البلاد مسنودة كلها على الكذب على الخداع على التزوير على التزييف هذه الحقائق ثم لماذا لم يكتشفوا هذا الأمر شفنا في هذا الفيديو اللي شفناه نتعتبون كانوا ما يسمى بوزير الصحة هناك لماذا لم يكتشف وزير الصحة ذلك لماذا لم يكتشف مدرع المركزيين في وزارة الصحة ذلك الوالي المسؤولين المخابرات الإرهابية اللي قاعدة تتبع في المناظلين وتتبع في الأحرار وتتبع في من يريد نهضة البلاد وتعتقلهم وتعذبهم وتوصل إلى اقتصابهم أحياناً تحرش بيهم وشهادة المقاوم بن حليمة محمد عزوز أمس كانت صادمة للبعض صادمة للبعض كنا نعرف هذا لكن كانت صادمة لبعض الجزائريين وكانت صفعة في وجوه الثورة المضادة التي كانت تكذب التعديم إذن أين كانت المخابرات الإرهابية التي تكتم أنفس الجزائريين لماذا لم يكتشفوا أن هذا المستشف هم مش تكلموا على غرفة مش تكلموا على شقع راني تكلموا على مستشف ضخم آلاف الأمطار من المربعة شيء ضخم ومصورينه جايبين صور إلى آخر لماذا لم يكتشفوا هذا تكون فضيحة أخرى لهذا النظام المزيف والمزور هل تتوقف الفضايح هنا؟ أبداً دعنا نشوف فضيحة أخرى هذه عندها يومين ولا ثلاثة فقط أو حتى يومين فقط لنشوف فضيحة أخرى فضايح لا تنتهي لا تنتهي وهذا فقط اللي يصلنا أحياناً أو يكون عند الناس بعض الشجاع لم يصوروه أو بعض المعلومات التي تصلنا إلى شوف هذه الفضيحة الأخرى هذه الفضيحة دولية بكل تواقمها على مستوى الإنتاج للصحفيين التقنيين وكل الهيكل مجندة منذ ساعات الصباح الأولى من البارح لمواكبة النسخة ثمنة لتيكاد ثمانية أحنا في هذا البث المباشر عننا صور أولى قاعدة تصلنا؟ في المباشر صور فورية حول الوفد الجزائري وبعد لحظات بشيحل بناتنا ممثلي الوفد الجزائري وبش نشوفوا المراسم الاستقبال الرسمي هذه اللحظات الأولى زميلنا نزار الزغدودي موجود على عين المكان وقت اللي يحل الوفد بناتنا وينزل على التراب التونسي كنا نعرف تعليق في المباشر لحظة بلحظة هذه طائرة رسمية جزائرية طائرة رئاسية جزائرية على أساس أنه واصل فيها الوفد الجزائري دعونا نشوف هذا الوفد إذا كان فعلا جزائريا أم لا ولماذا طائرة جزائرية وطائرة رئاسية لماذا؟ دعونا نشوفوه نمر الفيديو لأن الفيديو شوية طويل أو قيس سعيد مع توه تونس ماشي يستقبل في الوفد الرئيس قيس سعيد في استقبال رسمي للوفد الجزائري في المطار الرئيسي في العاصمة أشوفو نزول الوفد الجزائري الآن وفد جزائري يحضر للمشاركة في فعاليات تمت امتكات طبعا انتظار أن تتوضح الصورة لأن الوفد الجزائري سيكون على رأس وسير التجارة ولكن هذا هو الوفد البوراندي الوفد البوراندي وفد البوراندي طبعا الصحفي التونسي هما يستنوا في وفد جزائري فإذا به أفارق ينزلون من الطائرة الجزائرية أفارق السمر من بوراندي ولماذا يأتي الوفد البوراندي بطائرة الجزائرية هيا اموال الشعب الجزائري وانضروح هذه الطائرة تكلف عشرات الالاف من الدولارات هذا السفر ولماذا فضيحة أخرى من فضيح هذه العصابة اللي قاعدة تبعثها في اموال الشعب الجزائري وتتعامل مع امكانيات واموال الشعب الجزائري كما تريد هي وفق بقال عصابة في السلطة إلى درجة أن مع تهتونس طبعا رح هناك على أساس أنه وفد جزائري فإذا به وفد بوراندي ولا علاقة له بالجزائر إلا اللهم الطائرة الجزائرية في هذا الوقت اللي تقدم أموال الشعب الجزائري وشفناها كثير من مرات قدمت لمعته تونس أكثر من 400 مليون دولار هذا اللي اسمعنا به وقدمت لي عباس الميليشياوي هذا خادم الكائن الإسرائيلي قدمت له 100 مليون دولار وآخرا فقط وأشياء إلى مالي وإلى النيجر وإلى تشاد وإلى موريطانيا وإلى العراق كل مرة على أساس مساعدات جزائري شوفوا شعب جزائري واحد من الجزائريين ولد قبل عشرة أيام فقط على هذه الأرض شوفوا إن موجود لا حول ولا قوة إلا بالله عنده سبع أيام زاد بعد الترحيل القاروحة مقصى مقيوس برا في الزوق أخوتي وصر بأكملها مرمية في الشارع بعد ما هدموا البيوت اللي كانوا فيها أصحاب الأيادي طويلة كيندوا سكنة والباقية مادوا شورماهم ومولود عمر الأسبوع مرمي في الشارع هذه وحدها لو كان عندهم ضمير ما يقوموش بيها طفل أول راضيع أول ما يولد في هذه البلاد يجد نفسه في الشارع تخيلوا لما يحكى له في المستقبل إذا عاش أين كان في الأسبوع الأول ونساء ورجال وأطفال مرميين وهذه راه تحدث في كل المدن يرموا مرات الناس يرموهم يحطموا البيوت سواء كانت بيوت فوضوية أو قديمة أو يرموهم كائن اللي يدي السكن كثير يدي السكن وهما مهمش مستحقين فيه بزنسة كبيرة بموضوع السكن كائن اللي هو من حقه ولكن يازم يدفع رشوة وكائن اللي ما عندهمش ما عندهمش يترموه في الشارع وأحيانا في الصيف في الشتاء في البرد في السخانة كيف كيف بينما لو كان عندهم ضمير أقل شي يحطوهم في مكان يعني هذا لم يكن يحدث في الجزائر في سبعينات الثمانينات في تسعينات حتى التسعينات لم يكن يحدث بدأت مع منتصف تسعينات مع العصابة لما بدأت كانت تذبح في شعب الجزائر لكن لم يكن يحدث كانوا يخرجوا الناس يدوهم ما يسمى في صنطة ترونزيت مراكز مؤقتة في انتظار أن يلقوا لهم حل وانا شخصيا عشتها وشفتها لما سقطت مباني في القصبة وين كانوا يدوهم الناس كانوا يدوهم إلى مراكز ينتظروا يعطوهم لبانغالو يعطوهم أشياء في انتظار أن هذا يحدث أيضا الآن كيف يدوهم ذلك لكن كيف يرموهم الشارع وشفنا عشرات المرات هنا فقط معكم في الفيديو في اللايف هنا قدمت لكم عشرات المرات على أسر روميات في كل المدن ترمى في الشارع في حين أن هذا المال مثلا على الطائرة هذه على بورندي واللي لا تقل على خمسين ألف دولار يعني الطائرة لما الطير وتجي لا تقل على خمسين ألف دولار كان يكفي أنه يسكن أسرتين أو ثلاثة أسر خمسين ألف دولار رهي مليار سنتين الناس هل هذه هي فقط الفضايح؟ لا للأسف بكل ألم تستمر الفضايح هذه المرة كانت فضيحة مع ماكرم الموصل ماكرم شوفوا الخيوط والكاميرا شوفوا الكاميرامين شوفوا الناس يشادي الخيوط هذا ما يسمى التلفز الجزائرية كل فراج اللي يشادي الخيط ويمشي بالمخلوف فضايح فضايح طبعاً كان هناك الإعلام الفرنسي أنا متأكد رح نعملوا عليها مسرحيات وتمسخير خاصة الإعلام الفرنسي في الأمور هذي مش هتفوت لين لمن لما يسمى التلفزيون الجزائري ما زال يمشوا بكاميرات تمشي بخيوط وهذه الخيوط رح هم جايبين هم من حطين الكاميو هذا الشاحنة اللي دايرين فيها الأدوات رح نتكلموا على المطار معناها رحي بعيدة ممكن على مئات الأمطار وجايبين خيط مئات الأمطار في زيارة رسمية لرئيس دولة جنبية ومعاه مستقبل ما يسمى برئيس الدولة عندنا في حين أن هناك ميزانية بعشرات الملايين من الدولارات يعني بمئات ربما آلاف المليارات السنتيمات نظن المرة اللي فاتت قالوا باللي مدوا للتلفزيون الإذاعة والتلفزيون مدوا لهم إلهي ذاكرتي جيدة أكثر من مئة مليون وقيلة تكلموا على مئة وعشرين مليون دولار إذا كانت مليون وعشرين مليون دولار فنحن نتكلم على أكثر من ألفين ومئتين مليار سنتيم ميزانية ما يسمى بتلفزيون الجزائري ما زالوا يمشوا بكاميرات سبعينات اللي تحتاج خيوط العالم في عالم آخر يعني كان يكفيهم لو كان عندهم آيفون سمارتفون حتى مش آيفون يقدروا يصوروا به ويمروا ويمروا الصورة خير من تبهديلة تاعة الكاميرات اللي ماشيين بالخيوط وما زالوا مما يعني أنهم يمشوا بكاميرات تاعة السبعينات والثمانينات وفي أفضل حالات تاعة التسعينات في زمان أين تذهب أموال الشعب الجزائري اللي ترحوا تعطالهم من الخزينة ما فيش مكان اليوم لا تنهب منه أموال الشعب الجزائري أموال الخزينة العامة والأوضاع متخلفة جدا وتشوفوا أحيانا الصور حتى اللي كانوا شافوا المقابلات الرياضية شافوا كيفاش يشوفوها لما تنقلها كاميرات تلفازة الجزائرية كما يسمونها ويشوفوها في أماكن أخرى لما تنقلها كاميرات أخرى تعدو الأخرى شوفوا الفرق كل شي ردي كل شي متخلف كل شي يغرق كل شي مزور فيما يسمونه بالجزائر الجديدة بكل أسف وألم لكنهم فالحين في القمع في القهر في الاعتقالات هذا ديدانهم هذا هو شغلهم آيسو قهراس أمس سقهراس بس عدة قرى ومدن غرقت بسقوط أمطار قليلة يعني مش حاجة كبيرة يعني صحيح أكثر مما كان متوقع لكن بسقوط أمطار تغرق المدن مرة أخرى هل تحدث فيضانات في أماكن أخرى من العالم؟ طبعا تحدث والفيضانات ربما هي من أكثر الأشياء اللي تدمر الناس وتدمر حياتهم وتدمر وحتى اليوم رفيه في فيضانات كبرى في الباكستان مست ثلث باكستان مثلا فيضانات في السودان في تشاد في أفغانستان تحدث الفيضانات لكن المشكلة نحن في الجزائر لو كان تحدث عندنا الفيضانات التي تحدث في هذه البلدان لو كان الجزائر كلها تروح هذه المشكلة هذه المشكلة لأن هناك سوء إدارة في البلديات والولايات 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 لأن ما فيش ما هي قوموا بالشغل ولأننا نعرف أن الجزائر تقع فيها أمطار تعرف بأمطار سبتمبر أوكتوبر تبدأ من نهاية أوت في أكثر المدن تسقط فيها الأمطار ذلك رحين تشوفوا في سبتمبر هذا ستغرق العاصمة وستغرق وهران وستغرق قسنطينة وستغرق بجاية وستغرق تبسة وستغرق مرة أخرى ومعسكر مرة أخرى وكل عام نفس الشيء وكل عام الناس يشتكونوا ويقول لك البلدية ما قامتش بيدورها وكل عام لأن ليزيقوا ما همش خادمينهم مش منظفينهم وكل عام لأن الطرقات واللي قاموا بطرقات خدموها بطريقة عبثية لأن المشاريع تقدم لمن يدفع الرشاوي للسفهاء لناهي بي المال لأن الولات ورؤساء الضوائر ورؤساء البلديات متورطين في الرشاوي إلا ما رحمه ربك واللي ما يتورطش معهم يجيبوه بره ومرة اليوم يتورطش معهم يديروا له قضية ويسجنوه أعرف على قضايا ناس كتبولي عليها أو ما نقدرش نذكر أسمائهم باش ما يضرهمش لأنهم ممشوش معاهم في الفساد القاور وحهم لفقلهم قضايا من وراءها المخابرات الإرهابية هاي علاش البلاد غي تغرق وهو عندك طبعا هاي في حرارة شديدة مثلا اليوم وغدوة وبعد غدوة في حرارة شديدة جدا في أغلب المدن الجزائري خاصة في الوسط العاصمة من الوسط حتى إلى الشرق حتى إلى بجاية وما بعد بجاية ومن الجهة الأخرى حتى إلى الشلف وعين الدفلة طبعا البليدة المدن تيبازا بومرداز كل تزيوزو كل هذه حرارة شديدة فاية الأربعين درجة بسحل وكانت تحشوي أمطار الناس تستبشر بها يزيد يغرقوا في الأمطار زيد الناس تغرقوا في الأمطار ترجمة نانسي قنقروا في الأمطار